السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء العزاء الأخبار عامليني كله كيس بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ مع بعض المحاضرة الأخيرة لنا من برنامج إدارة المشروعات الاحترافية BMP محاضرتنا النهاردة المحاضرة الـ 12 يعني احنا بقالنا تقريبا ما يقرد من شهر ونص في الكورس تقريبا بمعدل لمحاضرتين أسبوعيا تقريبا فاحنا معانا شهر ونص رحلة طويلة بس أكيد استفدنا فيها كتير يعني كل واحد مننا يفكر في بداية الكورس كانت ايه معلوماته عن إدارة المشروعات والنهاردة بعد مرور شهر ونص ايه معلوماته عن إدارة المشروعات عشان يبقى كم من الاستفادة اللي احنا استفدناها من الكورس BMP أو إدارة المشروعات الاحترافية فحدوطة طويلة ابتدناها مع بعض كنا بنعرف يعني ايه مشروع دلوقتي بنتكلم على الانتجريشن أو التكامل ما بين المشروعات المختلفة تكامل ما بين أجزاء المشروع المختلفة فاحنا كنا في الأول بقول يعني ايه مشروع النهاردة بنتكلم إزاي بقى عامل انتجريشن ما بين كل حاجة في المشروع اللي هي التسع نولدج إرية اللي خاصة بالمشروع بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ مع بعض النهاردة مع الفصل الرابع والأخير من فصول الكتاب هنتكلم على إدارة تكامل المشروع هنتكلم تفصيليا على سبع عمليات خاصة بإدارة تكامل المشروع هنتكلم مع بعض على اول عملية في مرحلة الانيشيشن وطبعا سمعنا عنا كتير البروجيكت الشارتر مرحلة البلانينج. عندنا عمليتين في مرحلة الاكسيكيوشن. دايريكت اند مانج بروجيكت وورك. زي بقى ادير المشروع. زي طلع دليفرابولز من المشروع. مانج بروجيكت نوليج. زي ادير النوليج او المعرفة الخاصة بالمشروع. وطلع مستند مهم جدا نتكلمنا عنه تفصيليا اللي هو اللي هي الدروس المشتفادة. فازاي بقى استخدم وازاي ادير المعرفة اللي خاصة بالمشروع عشان اطلع الدروس المستفادة في نهاية المشروع. وطبعا الدروس المستفادة دا بيطلع معك اسناء المشروع ولكن بيبقى في نهاية المشروع احد المستندات الهمة جدا اللي احنا بنحطها في الزاكرة المؤسسية للمشروع دي الدروس اللي استفادتها على مدار المشروع. عندنا عمليتين خاصين دي المونيتورينج اند كونترول عايز بقى اتابع اعمال المشروع بصورة تكاملية بريفورم اندجريت تشينج كونترول برضو اثناء الكورس معنا كتير او عن كلمة تشينجي ركوست تشينجي ركوست تشينجي ركوست طب بعد كده بقى المفروض تشينجي ركوست دي بتروح فين هنتكلم على بـ reform integrated change control في عملية كاملة عشان خاطر change management عشان خاطر change management واخيرا في مرحلة الاغلاق عندنا عملية واحدة فقط close project يبقى تاني عندنا عملية واحدة في الانشيشن عمليتين في البيلانينج عمليتين عملية واحدة في البيلانينج عمليتين في الانشيشن عمليتين في الانشيشن وعملية واحدة في الكلوزين سبع عمليات الانشيشن يبقى الفصل الرابع project integration management طيب يعني ايه الانشيشن بمنطقة البساطة معنا تكامل يعني لو احنا بنبص مثلا على المنظر اللي قصادنا ده المكعب اللي قصادنا ده المكعب ده عبارة عن زي البازل كده بالضبط يعني اكتر من قطعة والقطعة دي بيتكمل بعض بحيس يطلع لك الشكل بصورة تكاملية ايه رايك نبص على المشروع بنفس القصة لان عندنا فيه جزء اسمه نطاق اعمال المشروع عندنا فيه جزء اسمه مثلا البرنامج الزمني للمشروع عندنا فيه جزء مثلا اسمه تكاليف المشروع عندنا فيه جزء مثلا اسمه جودة المشروع عندنا فيه جزء مثلا خاص به ادارة المشتريات بتاعت المشروع ادارة الاتصالات للمشروع ادارة مثلا التعاقدات او مثلا المخاطر ادارة المعانيين بالمشروع ادارة موارد المشروع عندنا تسعة طب ايه راك نجمحهم بقى تبقى الصورة متكاملة في الانتجريشن فالانتجريشن الدولي الاساسي اللي هي بتانتجريت بتجمع التسعة مع بعض بحيث تبص على المشروع بصورة متكاملة بحيث مثلا لو الليسكوب تغير ممكن بالتابعية يغير في الكوست ممكن بالتابعية يغير في البروكيورمنت ممكن بالتابعية يغير في الاسكاديول او يغير في الكواليتي وهكذا وبالتالي انت عينك على المشروع بصورة شاملة بتكلم بقى بتورة كومبرهنزف او بطريقة متكاملة هوليستيك وهكذا فده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة فبروجيت الانتجريشن مانجمينت انكلودز زبروسيس اند اكتيفيتز تو ايدنتفاي اعرف ديفاين كومباين يونيفاي اند كوردينيات زفاريس بروسيس اند بروجيت مانجمينت اكتيفيتز وزينزا بروجيت مانجمينت بروسيس جروبز يبقى عندي بقى خمس عمليات اللي هي انشيشن بلاننج اكسكيوشن منتر اند كنترول وكلوزيج انا عايز ابص بقى في كل واحدة من الخمس عمليات بماظرة تكاملية بحيث علم بقى العمليات اللي موجودة في نفس البروسيس جروب ولمهم اجل محهم مع بعض من خلال الانتجريشن طيب لما ببص للموضوع بصورة تكاملية بعرف اجاوب بقى الاسئلة دي يعني مثلا انا محتاج ازاي احيانا محتاج اعمل توازن ما بين اكتر من او اكتر من يعني مثلا اعايز اعمل توازن ما بين وما بين وما بين وبنتاج لازم ابص الموضوع بنظرة تكاملية وبرضو لو في اي بدائل بنعرف ناخد انهي بديلة على حساب البديل التاني لازم ابص كل بديل المميزات والعيوب لكل بديل عشان اعرف في الاخر لو انا عندي مثلا عدة بدائل اختار انهي بديل بالنسبة لي حيكون البديل الامثل لما باجا بص على البداية اللي بقصها عليها من كل الزوايا وبرضو من ضمن النقاط اللي احنا كلمنا عنها ان احنا احيانا بطالة نعمل تيلورينج او كاستمايزيشن للبروزس عشان اخد افضل نتيجة وفي الاخر احقق اهداف المشروع managing the interdependences among the project management knowledge areas وبرضو لو فيه علاقات فيه اعتمادات فيه dependences فيه relationships ما بين different knowledge areas لازم ابص على الموضوع بصورة تكاملية فدي الفكرة منطقة البساطة بتاعة الانتيجريشن وكلمنا عنها باستفادة اثناء الكورس الانتيجريشن العملية الوحيدة اللي شغال معاك على الخامسة process groups الوحيدة يعني مثلا لو بصنا في ال imag مافيش في الانيشيشن مافيش في الانيشيشن مافيش في الكلوزنج. نفس قصة فيه ال added in cost. لو بسنا مثلا في من اول العملية HERE خمسة. وجهة الانيشيشن مافيش في الانيشيشن ومافيش في الكلوزنج. العملية الانيشيشن موجودة في الانتشيشن والبلانيج والإكسكيوشن والمنتورنج عند كنترول بس مش موجودة في الكلوزين فالوحيدة اللي معاك في الخمسة بروسس جروبس الوحيدة اللي هي الانتجريشن معاك في الانتشيشن develop project charter معانا في البلانيج develop project management plan معانا في الإكسكيوشن direct and manage project work ومانج project knowledge معانا في المونتورنج عند كنترول monitor and control project work reform integrated change control واخيرا close project او اغلاق المشروع واغلاق المشروع زي ما انت شايفين العملية الوحيدة اللي في فدي مهمة جدا نبقى احنا عارفينها عشان خاطر الامتحان طيب يبقى دول السبع عمليات بتوع الخمس مجموعات عمل على مر عمر المشروع مين عنده سؤال حدا عن سؤال لغا دلوقتي الدنيا واضحة حدا عن سؤال دلوقتي واضحة تماما يا واضحة ممتاز 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 طيب يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على ايه على الانتجريشن يعني انتجريشن تكامل ازاي اجمع بقى كل حاجة عشان يعني ابوصلها بنظرة شمولية او بنظرة متكاملة دايما عندنا في مقولة شهيرة جدا يقولك ان مدير المشروع عامل زي المايسترو كده بتاع لو في عندك فريق موسيقي بيعزف فبقى فيه حد اسمه مايسترو المايسترو ده دلوق ايه يعمل ما بين الناس المختلفة فبيقولك نفس القصة مدير المشروع احد الادوار الاساسية اللي هو انتجريتور انتجريتور يعني ايه يعني بيجمع كل حاجة يعني مثلا لو حصل اي تغيرات اوتوماتيك في دماغه بيعرف هو التغير ده هيأثر على ايه في المشروع هيأثر على الجدول الزمني هيأثر على التكاليف هيأثر على التعاقدات هيأثر على وبالتالي بيبص دايما بالنظرة شمولية فمدير ده المايسترو بالزبط فالمايسترو بيعمل ايه انت عندك فريق موسيقى كل مثلا عازف هيأزف على آلة موسيقية معينة فدول المايسترو يعمل هارموني يعمل تجانس تناغم ما بين الفرق المختلف عشان يبفلغر الموسيقى اللي طلع من الفريق موسيقى عازبة على عكس لما يكون عندك مثلا حد من فريق الموسيقى بيطلع مثلا صوت نشاز مش ماشي معك باقي الفريق فبرضو نفس القصة ممكن يكون فيها عندك في فريق العمل حد شغال في البلانينج حد شغال في الريسورس مانيجمنت حد شغال في الريسك مانيجمنت فانعايز اعمل هارموني ما بين الانواع المختلفة من المناطق المعرفية مين اللي يعمل هارمون ده هو مدير مشروع هو المسؤول عن المشروع ككل بيبص المشروع بطريقة متكملة واضحة برضو كلمنا قبل كده في موضوع الاجايل والووترفول فبرضو نفس القصة بالزبط احنا محتاجين نعمل يعني سواء انت شغال او سواء شغال اجايل سواء شغال مشروعات تكيفية او شغال مشروعات تنبؤية في جميع الاحوال محتاج عينك على الاجزاء المختلفة من المشروع عينك على التغيرات اللي بتحصل في المشروع فلو انا بكلم على الاجايل قلنا مع بعض لو في البداية بيبقى عندك فبيبقى صعب تحدد التكلفة والاعمال المطلوبة والفريق اللي انت محتاجه عشان انت شغال في على عكس فنفس القصة بالزبط لو انت بتكلم من لغة ففي لازم تبقى مركز مع الجوانب المختلفة المشروع مركز مع التغيرات اللي بتحصل في بيئة العمل عشان في محتاج دايما تعمل بطريقة فعالة عشان المشروع في الاخر يخلاص ويتسلم على عكس لو الدنيا عندك مش يعني مزبوطة هتلاقي عندك في الاخر في نوع من انواع يعني مثلا احنا بتفيني على السكوب وبنسلم حاجة تانية خالص وبالتالي ممكن التكاليف تتغير ممكن التعقدات تتغير ممكن الريسورس تتغير ممكن يزال عندك ريسكس في اثناء المشروع انت مكنش ياخد بالك منه في الاول فكل الكلام دا لازم يؤخذ في الاعتبار اثناء التنفيذ عشان يعني في الاخر المخرج اللي طالع بالبروجيكت يبقى يليق بيه رضا العميل زي ما شرحنا قبل كده فبرضو ممكن نعمل تيلورينج اثناء تنفيذ المشروع وكلام دا شرحناه اكتر من مرة سواء على سواء على المانجمينت سواء على الـ وكل كلام دا شرحناه يبقى بنكلم في سبع عمليات عملية في الانشيشن عملية في البلانينج عمليتين في الاكسيكيوشن عمليتين في المونيتورينج اند كونترولينج وعملية واحدة فقط في الكلوزنج نمسك بقى مع بعض السبع عمليات على فكرة مخاضرة النهاردة هي هنقول كلام كتير ولكن يا سهلة جدا جدا عشان كل حاجة هنقولها النهاردة احنا درسناها قبل كده احنا النهاردة بنجمع بس الدنيا فانت الانتجريشن لو كنا شرحناه في الاول كنت هتلاقيه صعب بس لما بتشرحه في الاخر بتلاقيه سهلة جدا 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 ليه عشان كل حاجة هنقولها احنا خلاص شرحناها لما تيجي نبص كده بنظرة سريعة بصوا معايا بنظرة سريعة بس بغير ما ندخل في التفاصيل البروجيكت شارتر ابسط حاجة البيزنس دوكيمينس كلمنا عنها الاجريمينس كلمنا عنها الـ EF الـ OBA كلمنا عن كل دول الـ كلمنا عنها كلنا عنها كل ده قلناه الاسمشن لوجس يجي لفرضيات البروجيكت شارتر نيثاق المشروع كده خلصنا اول عملية بسيطة خالص ما فيهاش حاجة طب انا عايز طالع البروجيكت برضو نفس القصة البروجيكت شارتر اللي انا لسه طالع منه من المرحلة الاولى هيدخل معايا كمدخل الـ فاكري اللي احنا كنا بنتكلم عنه مثلا كنا بنعمل بطلع ايه بطلع يدخلوا مين يدخلوا مدخل هنا كنا بنطلع مثلا في بلان يدخلوا مدخل هنا يبقى الـ تدخل معاك في بحيث اطلع بروجيكت بلان متكاملة كل المدخلات اللي احنا شرحناها كل الـ البلانز اللي احنا شرحناها تدخل عندك مدخل هنا وكل الـ فاكري الـ كان لنا على الـ يدخلوا برضو معاك مدخل عشان تطلع البروجيكت بلان يبقى البروجيكت بحط فيها ايه؟ بحط فيها كل اللي احنا وكل طب خدناهم كلهم الـ الـ الميت الاربعة دول هم امام الاربعة دول كده خلصنا تانية عملية احنا طبعا حنقراها بس انا بقول لكم خلصناها بسرعة طيب المخرج بتاعها الـ يعني اثناء المشروع بيطلع عندك للتسليمات فالتسليمات تطلع منين؟ من احنا بندير بقى المشروع بصفة تكاملية بندير المشروع كله على بعضه واضحة؟ فبطلع الـ وفاكرين لما كنا بنتكلم في المونتونج عند كنترول قلنا بيدخل لي بحاولها الـ طب الـ نفسها بتخرج منين؟ وتخرج برضو من عملية بتطلع لك بتطلع لك وابتطلع لك كمان فاكرين اثناء الشارع كنا بنقول سجل الشكاوى سجل المشاكل السجل ده نفسه بيظهر فين؟ نفسه بيظهر فين؟ بيظهر في الـ وهكذا هنعرف بقى الكلام ده بالتفصيل فتلاقي كل كل المدخلات والمخرجات كل كلام ده احنا شرحناه يعني مفيش جديد يعني اعتبارها مراجعة لكل اللي فات بس انا بجمع كل حاجة وبطلع في الآخر في الصيغة في صورة في صورة بروجيك مانجمينت الجلال في صورة و هكذا حد مش فاهم؟ نمسك اول عملية بالتفصيل حد مش فاهم؟ حد عن سؤال؟ بس لاين معتز اللي احنا سميناه خط الاساس فالسكوب بس لاين لما جينا شرحنا الاسكوب لو انتو فاكرين قلنا في كرية دابلو بي اس عملية الكرية دابلو بي اس قلنا بطلع لي السكوب بس لاين السكوب بس لاين عبارة عن ثلاث حاجات دابلو بي اس ليه و دابلو بي اس ديكشنري و سكوب ستيتمنت و لما كنا بنشرح الديفيلوب سكاديول طلعنا برضو سكاديول بس لاين لما كنا بنشرح الديتراماين بودجت طلعنا الكوست بس لاين فبجمع بقى البيس لاينز دي اللي هي خط الاساس او البيس لاينز وبحطها فين بحطها داخل البروجيكت مناج منتبلان واضح كده معتز متابع معنا ايه دكتور تمام تسلم انا كان قصدي ان هي البيس لاين بيتحط في البروجيكت منتبلان اكسرا اجربه عليك ممتاز طيب فاول عملية 路وجيكت شارتر زي ما احنا متعودين دايما اسم العملية بيبتدي بكلمة فتلاقي كل العمليات اللي احنا درسناها من بداية الكورس الغتى الآن كل العمليات بتبتدي دايما ب يعني بصوا معايا على كل العمليات على سبيل المثال ا дости العملية بتاعتنا الجدول اللطيف الضريف اللي احنا حفظناها من كتر ما شرحناها تبص على اي عملية من التسعة وأرهابين اي عملية هتلاقي البداية بتاعتها يعني مثلا develop مثلا close مثلا perform manage مثلا acquire مثلا monitor implement انت عارفين لو فعل امر فكل يعني التسعة وربعين عملية اسمها بيبتدي بفعل امر افعل افعل او لا تفعل يعني افعل develop او close اغلق او identify حدد او manage دير وهكذا فالعملية الاولى بالنسبة لنا develop تشارتر من اسمها طلع لي يبقى المرحلة دي المخرج بتاعها ايه وانت مغمر يبقى يبقى اعمل المخرج بتاعها بمطالة بساطة يعني يعني كان ده و المدخلات اللي عندي اللي احنا قلنا بيقولي قبل بداية المشروع خلي بالك انا في الانشيشن فلسه ما فيش حاجة ظهرت معي ولا في اي حاجة طب في الانشيشن قبل المشروع بيتعامل دراسة جدوى شرحنا الكلام ده قبل كده الفيزابيلة تتحط فيه تتحط فيه البازنس كيس قبل ما نبدأ المشروع بيبقى عندي فيه خطة ادارة المنافع من تبدي بيقولنا من اين بيقولنا من البروجرام عشان المشروع اصلا ممكن يبقى جزء من برنامج شرحنا كلامنا في اول كورس اللي عندي الفاكرين لما قلنا ان هو مجموعة من فممكن اصلا البروجرام نفس هو اللي بيعمل البيزنس كيس البروجرام نفس هو اللي بيعمل او خطة ادارة المنافع يبقى اللي اتنين دول يقول لك منين يقول لك من البرنامج اللي انت طالع منه المشروع بتاعك الاجريمنز كلمنا عنها في البروكيورمنت اللي هي الاتفاقيات ممكن تبقى انت عامل اتفاقيات شراكة مع جهة معينة او حاجة طب يا عمنا لسه في الانشيشن الاتفاقيات يجات منين مواموك يقول المشروع ده امتداد لمشروع تاني يعني مثلا بنعمل المرحلة التانية من كومباوند معين فالمرحلة التانية مبنية على اجريمنت بتاعت المرحلة الاولى اكستنشن للعقد مثلا فالاجريمنت دي ممكن تكون طلعت قبل كده من المشروع قبل كده او اجريمنت مثلا ما بين وزارة كذا ووزارة كذا عشان نفعل كذا وبتالي ممكن تكون فيه بروتوكول تعاون ما بين مثلا وزارة X ووزارة Y وعلى أساس كده ظهر المشروع فالمشروع ده يعني اتولد من اتفاقية التعاون اللي ما بين الجهتين فممكن تكون الاجريمنت دي ظهر من الأول من قبل حتى الانشيشة بتاع المشروع إيه ليه فل أو بي إيه إيه المخرجات لو كان لسه جديد خالص مفيش اجريمنت اعمل سكيفي الاجريمنت خالص بالزبط هنا بيحتلك المدخلات اللي انت احتمال تحتاجها وانت بتعمل المشروعات انت بتعمل البروجيك في الشارتر فانت ممكن يكون مفيش اجريمنت خلاص يعني يبقى مفيش عندي اجريمنت يبقى انا عندي بيزنس دوكمنتز وعندي الـ EF اللي هي الـ Enterprise Environmental Factors وعندي الـ Organizational Process ما عنديش اجريمنت لا لو مفيش في المشروع بتاعي اجريمنت يعني اديكم مثلا 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 عندنا فيه اتفاقية موقعة ما بين الحكومة المصرية وما بين شركة مايكروسوفت العالمية فانا ممكن مثلا اعمل المشروع من خلال الاتفاقية دي فانا ممكن يكون عندي من ضمن المدخلات الـ Agreement نفسها اللي ما بين الحكومة ممثلة مثلا في وزارة الاتصالات موقعة مع مين؟ مع شركة مايكروسوفت على سبيل المثال يعني فانت ممكن عندك الـ Agreement دي موجودة قبل كده انت اتوقعت مثلا من سنة من سنتين ولكن هي دخلة معايا من ضمن المدخلات عشان انا وانا بصيغ الـ Project Charter هرفير ليها في اطار مثلا التعاون ما بين شركة كزا وشركة كزا قررنا اللي احنا نعمل المشروع الفلاني وبتدا كتب الـ Description فانت بتشير الـ Agreement طيب الـ Tools والتكنيكس الـ Expert Judgment الـ Gathering الـ Brainstorming الـ Focus Group الـ Interviews الـ Conflict Management الـ Facilitation الـ Meeting Management و الـ Meetings كل دول خدناها ما فيش حاجة ما خدناهاش الـ Output سجل الفرضيات العسامشان لوك طب يعني ايه فرضية؟ انت بتفترض حاجة معينة الافتراض ده ممكن يبقى صحة او غلط عشان كده لما جينا تكلمنا في الـ Risk قلنا اي فرضية قصدها ريسك انا بفترض مثلا ان احنا هندي المحاضرة النهاردة الأربع طب افرد النور قطع افرد الكهرباء قطعت افرد الانترنت فصل فيه ريسك اللي احنا ما نكملش المحاضرة وبالتالي هنأجل المحاضرة مثلا لبكرة مثلا يعني وبالتالي ان اي فرضية انت بتفترضها وصدها ريسك انا بفترض ان انا ما خلص العميل هيستلم ويدفع المستحقات طب ماذا لو خلصت والعميل ما استلمش ماذا لو ليك شيك ما شايف تلم فلوسك وبالتالي لازم دايما تبص على الموضوع بنظرة تفاولية وبرضو احيانا بنظرة تشاؤمية عشان خاطر تحط البست سيناريوز وي الورس سيناريوز لايه السيناريوهات السليمة او الجيدة والسيناريوهات كمان للأسف السيئة معايا فاي فرض اصاده ريسك زي ما شرحنا طيب يبقى تشارتر حتاخد البزنس دوكمنس من تاخد البزنس كيس والبينفتس والأجريمنت من البزنس دوكمنس عندي ال اي اف وال او بي اي حتطلع علي البروجيك تشارتر البروجيك تشارتر نفسه بقى مخرج هيدخل مدخل لعمليات كتيرة ففي عمليات كتيرة بتاخد البروجيك تشارتر على سبيل مثال الجوا الانتيجريشن الديفيلوب انا انا ملزوم باش انتبال الديفيلوب محتاجة البروجيك تشارتر كمدخل محتاجة البروجيك تشارتر مدخل محتاجة بالتشارتر المحتاجة Union مناجد. وبالتالة لها فى عاملات كتيره وجهير ده بنسبانه ب 즉 من ما انتم شايفين. طيب تقللمنا مع بعض يعني اجريمنت تقللنا عن ال اي اف تقلمنا على ال او при يعني عمال خبراء. قلنا بعض مع الهما الناس المتخصصه الشطاي تبت demandé وابتدي أجمع منه اه خبرات أثناء ما أنا يعني مثلا بعمل بشارتر ومعديش خبرة كافية فبعض ما السابجيكتو مطر إكسل يعني برينستورمينج يعني عصف زهني يعني بنطلع فكرة جديدة بنحل الفكرة موجودة بنحاول نفكر بطريقة يعني خير نمطية فده معنا كلمة برينستورمين عصف زهني جلسات عصف زهني يعني فوكس جروب يعني زي كده مجموعات عمل اللي أنا بجمع مع عشان خاطر نناقش موضوع معين يعني مثلا عايزين نعمل ومعديناش خبرة كافية فبجيب يعني الناس المتميزة الشطار وعادهم مع عادهم مع العميل عادهم مع ونعمل كده جلسة عمل نطلع من خلالها نشوف النقاط اللي احنا اتفقنا عليها التوصيات بتاعة اللجنة ايه الحاجات اللي احنا مش متفقين عليها ايه اللي اختلافات فده بسميها فوكس جروب انترفيوز طبعا مقابلات الشخصية وممكن تبقى انترفيو يعني one to one او ممكن يبقى one to many او ممكن يبقى انترفيو من خلال تليفون انترفيو من خلال face to face او من انترفيو من خلال الانترنت بنعمل zoom meeting زي الاكزامبل بتاعنا ده فده كلها انواع مختلفة انترفيوز يعني طب ايه مهارات الفريق برضو كل الكلام ده شرحناها conflict management ادارة النزاعات الميتينج management كل ده قلناه ففي conflict management ايه هتوا فاكرين لما جينا شرحنا بالتفصيل قلنا ان في عندك بقى انواع مختلفة ديه ادارة النزاعات وحل النزاعات زي مثلا collaboration اللي احنا find solution او solve the problem زي مثلا اللي احنا بده نسحب من المشكلة فكلمنا على الخمس انواع اللي هي المواجهة والانسحاب وكلمنا على يعني باي فورس اللي انا بمشي كلامي وكلمنا على الاثموس وكلمنا يعني انواع مختلفة كلمنا عنها بالتفصيل اا لو انتوا فاكرين لما كنا بنتكلم على اا الجزء بتاع ال resource management يعني المخرج بيطلع عندي وثيقة المشروع ال project charter اللي احنا بنمثلك اناها شهادة ميلاد المشروع يبقى زي project charter is a document كمارا عم مستند اشو تباي زي project initiator خلي بالك ما قالش project manager اللي charter مش ال project manager اللي بي يصدره او قالك project initiator project initiator ده مي بيكون بيمو مي بيكون يعني program manager مي بيكون sponsor that formally authorizes بيدي بقى صلاحيات رسمية لل project manager احنا بنقول ان المشروع تولد خلاص the existence of a project and provides وبيمد مدير المشروع project manager with the authority to apply organizational resources to project activities يبقى انا بستفيد من project charter اللي انا بدي بقى صلاحية لمدير مشروع انه يستخدم موارد المؤسسة عشان يدير المشروع فده اهمية project charter زي بزرات كه شهادة الميلاد زي شهادة الجيش زي البطاقة الشخصية دي كلها بيسميها formal document فانا بطلع وصيقة رسمية نتيجة الوصيقة دي بيعمل ايه ان صاحب المشروع او owner مثلا او sponsor بيدي صلاحيات لل project manager اللي هيستغل امكانيات المؤسسة او resources المختلفة اللي موجودة عشان ينجح المشروع فهو ده اللي احنا بنتكلم عنه هذا project charter سجل الفرضيات زي ما احنا قلنا بيبقى فيه عندك احيانا high level assumptions بسجلها فيه سجل الفرضيات وسجل الفرضيات ده بنقض نupdate او نحدث فيه طول ما انت طيب طلقنا project charter فرقتكم طبعا على template قبل كده project charter بيكتب فيه بيكتب فيه الغرض من المشروع بيكتب فيه high level requirements بيكتب فيه overall project risk بيكتب فيه main milestone بيمضي فيه مدير المشروع بيمضي فيه انا شفنا template يعني بتاعت charter قبل كده لو انتوا فاكرين يعني ممكن نبص علىها تاني يعني ادي template بتاعت charter نبص عليها تاني مع بعض طبعا كل template انا اريدي بعتها لكم قبل كده فده template بتاع project charter 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 زي ما حضراتكم شايفين بيكتب فيه اسم المشروع بيكتب فيه تاريخ اعداد الوثيقة بيكتب فيه اسم project manager project sponsor العميل انت بتعمل المشروع ده ليه فبنحط or justification project description بسخلي بالك انه قلنا بلي كده ان scope of work غير scope statement فالscope of work هو project description ولكن high level project معيها مش تاخليين في التفاصيل التفاصيل بتبقى في project statement ولكن scope of work بتبقى high level project description وهكذا بكتب بقى ال main milestones بكتب estimated budget بكتب هو مدير المشروع ال high level requirements high level risks estimate budget main milestones مين هو acoustic holders ودورهم ايه في المشروع وفي الاخر بنمضي بقى بيمضي مدير المشروع اللي هو استلم المشروع وبيمضي الشركة اللي هي ابتدت اللي هي خلاص قدت صلاحيات لمدير المشروع من خلال sponsor زي ما احنا قد حدا عندي سؤال كده خلصنا اول عملية حدا عندي سؤال او بعد ايضا حضرتك يا دكتور اتفضل لو سمحت انا كنت عايز اسأل على project charter الجزء اللي هو خاص بتحت مكتوب بتاع sponsor فانا بس الموضوع ده يعني لغبطني شوية لو انا بعمل شغل مثلا يعني جالي مشروع من مؤسسة خارجية هي المفروض ال sponsor هل احنا هنا بنتكلم ال sponsor جوه المؤسسة نفسها امتن سألت حارج سؤال ده قبل كده بس برضو مش واضح لقوي هل ال sponsor المسؤول هنا الشخص اللي بيدفع جوه المؤسسة ولا اللي بيمول المشروع بصفة عامة اللي ممكن خارج المؤسسة فبالتالي ايه الفرق بينه وبين العقل ده هقول له حضرتك انا عندي sponsor بنسميها باللغة العربية راعي المشروع الراعي بتاع المشروع ممكن يكون عندي اكتر من راعي فيكون عندي مالطي من sponsor او ممكن يكون عندي راعي واحد مثلا بنعمل مشروع طبعا مجلس الوزراء تحت رعاية مجلس الوزراء فساعدتها sponsor هيبقى مجلس الوزراء على سبيل المثال يعني او ممكن يكون عندي اكتر من حاجة وزارة الاتصالات وزارة الصحة وزارة البيئة اكتر من وزارة شغالين على المشروع ده فكلمة sponsor معناها راعي يعني متعارف ان sponsor ده الممول بتاع المشروع بس sponsor غير يعني ان كلمة customer الشخص اللي هياخد الخدمة كلمة sponsor الراجل اللي هيمول المشروع يعني ايه نتخيل مثلا لانا بابني عمارة سكنية الكustomer في الاخر اللي هيشتري الشقة ويدفع طبعا ان الشقة وياخد الشقة فده الكustomer ولكن sponsor الشركة اللي هتمول المشروع يعني مثلا عندي شركة قرسكم على سبيل المثال نتخيل عندها مثلا زي مثلا زد الكمباوند بتاع زد اللي موجود في مدينة الشيخزايا فهي الراعي بتاع المكان وفي نفس الوقت بعد ما بتخلص المباني بتسلم الوحدات السكنية للعملة والعملة بيدفعوا فلوس وبياخدوا يعني الشقة او الوحدات السكنية فمين هو طب هو كده يا دكتور يعني نفس هو العقد كده هو طيما عشان كده بقول لها احنا بس بنحاول نفرق ما بين الكلمات الشركة المنفذة اللي هي اللي هي شركة أوراسكم الكلائنس او الكاستمرز العمل اللي هيشتروا الاراض الشواء او الوحدات السكنية من الشركة طب مدير المشروع انا شغال في أوراسكم ومطلوب مني اخلص البرج السكني او الكمباوند بتاع زد على سبيل المسال طب مين اللي هيديك authority ان انت بقى تستغل لموارد المؤسسة وان انت تبني وان انت تشغل معاك عمالة وانت تاخد فلوس هو sponsor اللي هو بتاع شركة أوراسكم مش يعني مش اللي بيشغل المدير المشروع اللي بيشغل المدير المشروع sponsor بتاع المؤسسة مين هو sponsor بتاع المؤسسة لو انا نتكلم في المسال بتاعنا ده اللي هي شركة أوراسكم يبقى انا هنا هيكون عندي مثلا فيه بالمشروع يقول مثلا احمد حسن يقول مثلا ان حد بيمثل سواء بقى او نائب مجلس الادارة او رئيس قطاع المشروعات sponsor في التوقيع وعندي هنا اللي مسؤول عن التنفيذ المشروع احمد حسن مش اللي هيديك الابروفر الكاستمر انت بتكتب اسمه فوق ده ممكن تكون مسلا عامل مشروع لحساب يعني عاسمين مسال جهة معينة عاملين مشروع لحساب وزارة الاسكان عاملين مشروع لحساب فانا بكتب هنا الكاستمر بتاع وزارة الاسكان بكتب مثلا بكتب بكتب احمد حسن معايي متابع معنا دكتور صفور الدنيا واضحة اه تمام يا دكتور هو بس انا كنت الاستفسار بتاعي انا واضح للحرك قلته ده لكن كان الاستفسار ده معناه ان البروجيكت شارتر في الاغلب بتكون وثيقة داخل المؤسسة الوحدة و بتكون بتعبر يعني ملهاش حاجة قانونية اصدي او ملهاش قوة قانونية هي بس مجرد ان انا بدي زي صورة فورمل لان فلان ده هيبقى مدير المشروع امدت امدت رئيس مجلس الادارة في حد ذاتها بتدي يعني فورماليتي للوفيقة يعني دلوقتي انا مدير المشروع معايا ورقة بامدت مثلا رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او غيره وبروح للجهة التانية اخد باساسها قرد هتقول لي انت مين هقول لي انا مدير مشروع كذا ودي اللي يزبط اللي انا مدير مشروع كذا معايا حضرتك تمام انا دكري وضع كده اه وبالتالي ان التوقيع بتاع مجلس اضارة ولو فيه اعتماد ختمة او لو فيه يعني ارخايفين جرامبر وصادر ووارد والكلام ده فدي في حد ذاتها تديك ان الورقة دي ورقة رسمية يعني اصلا البروشيكت شاوتر يعني عن ورقة رسمية خلالها بنتحرك في المشروع وبجيب الموارد بتاعتي سواء موارد بشرية او موارد مالية او الات ومعدات او موارد خام او غيرها بموجة بالورقة دي يعني لو الورقة دي مش موجودة طب مين اللي يقول ان احمد حسن مدير المشروع اكس مين اللي يدي صلاحية لأحمد حسن لو يستغل سين وصاد وعين من العمالة يشتغلوا معاه في اكس لازم يكون فيها عندي ورقة قانوني رسمي يقول ان احمد مدير المشروع وعلى اساس كده ندي صلاحيات عشان كده برضو من ضمن الورقة دي يقول لك هو صلاحيات مدير المشروع ايه في المشروع يعني هتلاقي من ضمن الحاجات اهي من ضمن البروجيكت بيقول لك هنا البروجيكت مانجر انت ايه الصلاحيات بتاعتك انت كمدير المشروع من حققك مسلا تعين ناس وترفض ناس وبالتالي بتكلم على من حققك تدير البوضجت من حققك على سبيل المثال التكنيكال ديسيجن في حالة الكونفلكت انت اللي هتحل الكونفلكت ولا مديرك ولا رئيس مجلس دارة ولا مين على سبيل المثال معايا حضرك تب ليه هو عامل حركة دي عشان برضو احنا قلنا في الفصل التاني ان المؤسسات الستراكشة بتاعها مختلف في عندي وفي عندي وفي عندي فلو مسلا انا في مدير المشروع معا الفول باور يعمل اي حاجة وعايزها في مصلحة المشروع فمن حقه يعين حد او يرفض حد يغير رواتب من حقه يطلب بوضجت من حقه كل حاجة طب لو انت ده لو تب لو انت فانجشنال ارجانيزيشن لقى انت مش بحاجة تعمل كل الكلام دا انت بتقدم طلب والراجل اللي في بيعتمد الطلب سوى بالقبول او الرفض طب لو انت شرحناها قلنا في حاجة اسمها وفي حاجة اسمها وفي حاجة اسمها وقلنا الكلام بالتفصيل ان على حسب الهيكل التنظيمي بتاع الشركة على فكرة صدفة المخاضرة دي هنعيدها بكرة مع جروب تاني فبالنسبة لدكتور صفت او اي حد من الزملاء على فكرة احنا عادنا ميزة في الاكاديمية ان حضرت بتشترك مرة في الكورس وتحضر عدد لا نهائي من المرات فلو عايز تحضر معنا بكرة عايز تحضر معنا الجروب الجديد عايز تحضر معنا في اي وقت هتحضر مجانا ده لكل الناس يعني دي سياسة الاكاديمية يعني احنا على سبيل المثال معنا البشواندسة اماني حضرت معي الكورس اللي فات والاعادة افادة فبتحضر معنا تراجع معنا الكورس الجديد فانا برضو احنا ابتدنا الكورس جديد خالص يوم الاثنين والخميس كان لسه يوم الاثنين اللي فات كانت اول مخاضرة خدنا شابتر وان وبإذن الله تعالى بكرة الخميس هناخد شابتر ونحل عليهم مسائل فاللي عايز يكمل معنا او عايز يعيد او يراجع او يحضر معنا كل كلام ده مجانا بدون اي مقابل طيب بالنسبة للرابط نفس الرابط بتاعكم هو اللي معاه احنا عشان نسهل حتى على نفسينا بنعمل رابط واحد لكل الدفعات فنفس الزوم ميتنج اللي حضرتكم بتحضره معاه هو هو لو شغلته بكرة الساعة سبعة هيشتغل مع الدفعة الجديدة ان شاء الله تعالى اتفضل بش ما 열 صلاثق اتفضل يا فن طور عادة يعني اذا التسمي سبونسر فاكو كوستومر بس اذا كلاينت يكون كونتراكتر مقابله بالنسبة للمظام الحكومي مثلا البروجيك تشارتر يسمونا امر اداري او امر داخلي يعني يصدر من ادارة الشركة انه هذا المشروع من جهة الكلاينت يديره فلان وممعية فلان وفلان وفلان كالجنة صح السؤال هنا دكتور. من يصير عندي فت كونتراكتر معين وهي مقاول. المقاول عادة يجهزني من ضمن الافرمانت الورجنزيزيشن شارت. وبالورجنزيزيشن شارت اكو باش مهوز واثق مع زيارة الكنيكشن هتفصل. ممكن استاذا هايك بعد ما ندخل بعد البريك ارد على سؤال لحضرتك. اوكي. مع زيارة مش مهوز واثق. او هايك بعتلنا على الواتس وهردها لحضرتك. طب سيئة وبعد البريك نكمل ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.